تنضم لنا عبر الهاتف من الأردن الدكتورة ميساء رواجدة رئيس قسم علم الاجتماع بالجامعة الأردنية أهلا بك هل تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية مطلق أم أنه يرتبط دائما بظروف كل دولة أتعد الله بسائلكم لا شك أن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم مصاطيخة لتحفظ قبيعة المجتمع وإمكانية الدولة التي نتحدث عن العدالة الاجتماعية حولها نلاحظ أن الدول التي تنتلث موارد ولديها أنظمة سياسية مستقرة وهناك توافق اجتماعي سياسي في أرطي بين الأفراد والمجتمع تنعم غالباً لعدالة الاجتماعية أكثر من الدول التي تعاني من ضعف الموارد وغالباً هذا العزل ودائماً المرأة والأطفال من أكثر الفئات المجتمعية عرضة لهذه المتغيرات نعم عندما نتحدث عن بعض الموارد عدم وجود العدالة الاجتماعية عدم وجود الصراع السياسي وجود هناك صراع بين جماعات الاجتماعية غالباً المرأة والقفل هم الحلقة الأبعث عندما نتحدث عن العدالة الاجتماعية الأمم يحتاج إلى الكثير بين البرامج والخدمات حتى نستطيع أن ندعمهم ونمكنهم كيف يمكن أن يتم هذا الدعم وتحديداً للمرأة والأطفال وتحديداً في البلدان والأماكن الأكثر عرضة للأزمات المتعلقة طبعاً بالبيئة والأزمات الاجتماعية بسبب الحروب لا شك هناك العديد من العوامل التي تستفعى بأن تمكن المرأة والقفل ومنها أولاً أن يكون هناك جزء من الموازن العامة للدولة تعني بالرفاه الاجتماعي الصحفي التعليم المتعلق بالقفل والمرأة وأيضاً تمكن المرأة بأن يكون هناك كوكا للمرأة في العمل كوكا في الشاركة السياسية في البرلمان لكن يعني دكتورة ميساء سنتحدث بشكل مفصل عن هذه الزوايا ولكن يمكن سؤالي لحضرتك تحديداً للبلدان التي تتعرض للحروب والكوارثة الطبيعية والنازحين والمخيمات تحديداً الأطفال والمرأة كيف يمكن توفير الحد الأدنى من هذه العدالة الاجتماعية له؟ عندما تتعرضت بالدينة إلى حالة من الصراع السياسي والكوارثة الطبيعية أعتقد لا تستطيع بهذه الدول أن توجه برامج اجتماعية اجتماعية سنوية متخصصة للمرأة والصفل عندما سيكون همها الأول أن تخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن ونحن ندرك عند المرأة والصفل قد يشكلوا الشريحة الأكبر من المجتمع وبالتالي البرامج التي توجه المجتمع بشكل عام سيكون لهم صفة ولكن لن تكون هناك تركيز على هذه الفئة ولكن يأتي هنا دور المجتمع المدني يأتي دور قطاعات مختلفة أخرى نعم نعم الحكومة لوحدها غالبا ما تستطيع أن تلبي تشبه حاجات الأفراد في المجتمع في الدول التي تعاني من حالات أضم الاستقرار السياسي والكوارثة الطبيعية وأيضا الدول الضعيفة اقتصاديا يستعاني من قلة الموارد والأزمات الاقتصادي لذلك لا بد أن يكون هناك شراكة ما بين القطاع الحصولي والقطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بحيث تكون هذه جميعها يدا دياد للنهود في المجتمعات حتى العداء للأفراد